بالتأكيد خلال الفترة الحالية محتاجين نتكلم مع جمهورنا في نقاط عديدة ونقاط مهمة جدا لكن في البداية أهم نقطة ممكن نتكلم فيها في هذه الفترة الزمنية وفترة مهمة جدا من عمر ومشوار فريق كرة القدم في الفترة الحالية وهو أن خلال الفترة الحالية لا حديث يعلو على مباريات الدور العام والمباريات والتنافس القوي جدا خلال المباريات القادمة بعد أقل من 48 ساعة مباراة هامة جدا للنادي الأهلي أمام نادي ودي دجلة في الدور العام والمباراة في الدوري ليست مباراة بسلس نقاط فقط وكأنها هي مباراة كؤوس المباراة بتفرق بشكل كبير جدا والسلس نقاط بيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي في التوقيت الحالي وكمان مع مباراة الدوري العام عندنا مباراة إفريقية في التوقيت الحالي مهمة جدا لأن بالتأكيد أنت لسه بتبدأ المشوار الإفريقي ومحتاج تجمع عدد كبير من النقاط في بداية المسابقة فمهم جدا في البداية في هذه الفترة الزمنية ونقصت تحديدا هذه الفترة الزمنية لأن هذه الفترة اتكلمت عليها قبل شهر قبل كده وكتلايا رسائل معينة لجماهير النادي الأهلي أو رسالة إعلامية لكل جماهير النادي الأهلي في هذا التوقيت أن احنا ما نتكلمش إلا في الدعم والمساندة لفري النادي الأهلي خلال الفترة حالية لأن المباراة الدوري مباراة صعبة وكل ما بتجمع نقاط في بداية المسابقة هتريحك في نهاية المشوار والمكسب في الدوري هيساعدك أيضا في المباراة الإفريقية ثقة ودعم وجهزية أكبر لكل اللاعبين جهزية النفسية والجهزية الزهنية وأيضا الجهزية الفنية سواء للعيب أو حتى للجهاز الفني لذلك أنا بتكلم بشكل إيجابي على هذه المرحلة اللي احنا لازم نتكلم عن الدوري لازم نتكلم عن مباراة الدوري إزاي ندعم الفريق إزاي نوصل رسالة إيجابية للعبين في التوقيت الحالي فيه أمور قد تكون سلبية إذا البعض تترق لها في هذا التوقيت سواء على السوشيال ميديا أو في أي أماكن أخرى لكن إحنا هنا كرسالتنا الإعلامية في قناة الأهل أو حتى كل الجماهير لازم نكون خلف الفريق في هذه الفترة الزمنية فيه فترات كده معينة بيبان فيها بشكل كبير أوي أهمية الدعم والمسندة هذه الفترة الزمنية من أهم الفترات اللي يبان فيها أوي الدعم والمسندة للفريق في هذا التوقيت عندنا في قيمة الفريق حوالي 28 أو 26 لاعب ما بين القيمة الإفريقية والمحلية رجالة بمعنى الكلمة بتشتغل بشكل كويس جاهز فاني بيستعد للمرحلة الجاية فإن شاء الله هنكون في ظهرهم خلال الفترة الحالية إلى أن تنتهي المسابقات في نهاية شهر مايو قادم إن شاء الله لأهل فاز بالدوري فاز بالبطولة الإفريقية ومثل هذه المسلسلات أو التسلسلات الزمنية عبر الموسم بيبقى مهمة أو بيبان فيها اللقطات اللي احنا ممكن نتكلم فيها سواء في بداية الموسم ما بيكون فترة انتقالات صيفية في بداية الموسم أو حتى فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير اللي إن شاء الله بإذن الله لسا قدامنا حوالي 3 أسابيع أو شعر على هذا الموضوع خلال الفترة القادم طيب في استعدادة الآلي المباراة وديدجلة أكيد استعدادة مكسفة وفي تجهيز لعدد كبير من اللاعبة وفي غلق صفحة المشوار الإفريقي ومباراة الهلال السوداني والتركيز في الدور العام خاصة ان الفترة القادمة هم نتكلم في حوالي ما يقرب من 4-5 مباراة محلية قبل مباراة بلاتينيوم الزنبابوي في نهاية تشهر ديسمبر ألجاري كل 72 ساعة أو 96 ساعة مباراة مباراة قوية دجلة الحرس الإسماعيلي الاتحاد المقصة مباراة مهمة جدا وطول ما الاهل ماشوا في شكل كويس في الدوري والحمد لله عامل نتائج إجابية في أول 4 أسابيع في الدور العام عند مباراتين معجلتين مع المصر والزامريك هتكون البداية قوية إن شاء الله وده رسالة ونقطة مهمة جدا حبيت أبدأ فيها حديثي مع جماهير النادي الأهلي وده الدور والتوعية اللي ممكن تتألف الفترة الحالية عشان نكون خلف الفريق وفي ظهر الفريق وفي ظهر الإدارة والكيان خلال الفترة القادمة